بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة عايز أقول لحضراتكم مبروك على الفوز الكبير مبارح 3-0 وتأمين صدارة الدوري ولكن أنا قبل بس ما أتكلم مع حضراتكم في الفوز مبارح بس عايز أقرأ حاجة أنا جبتها النهاردة النهاردة وأنا قاعد بفكر هتكلم مع حضراتكم في إيه لفت نظري تصريحات كثيرة جداً من إمبارح للنهاردة من بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ضد نادي بيرامدز وفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل لشيء أول حاجة قلت أن أنا لازم أجيب معنى كلمة طموح من معجم اللغة العربية معنى كلمة طموح من معجم اللغة العربية مش من عندي رغبة شديدة لتحقيق شيء أو الساعي برغبة للحصول على ما هو أعلى ومحمود ونبيل فالطموح شيء مشروع طموح شيء مشروع وده معناه زي ما قلت لحضراتكم وهو ده المعنى اللي موجود في اللغة العربية لكن إن أنا كنادي أهلي بلعب أي فريق أنا بتكلم بقى بشكل عام بلعب أي فريق عنده طموح زي ما قلت لكم وفي النهاية النادي الأهلي بيعلم الكل بيعلم الكل فنيا إزاي ألعب جوه الملعب هل ينفع إننا نطلع بعد المباراة وأقول أصلي ده حظ النادي الأهلي هل ينفع إننا نطلع بعد المباراة وأطلع أقول إن ده أصلي أخطاء من الفريق الآخر الأهداف كلها بتجي أخطاء من الفريق الآخر بالمناسبة اشتركوا في القناة